شكرا من القلب لكل اللاعبين الرجال الأبطال فعلا كنتم على قد المسؤولية ودمعكم غالية علينا جدا بس ده مكسب وخسار فعلا مجهود كبير جدا لما يكون فيه أربع مرات متتالية وفيكسرطايم وفيه لعيبة بتلعب من غير يعني مدرب وحاجات كتير جدا قابلناها فتحياتي لكم تحياتي للأبطال تحياتي لكل بطل في منتخب مصر تحياتي لكل واحد فيكم لأنه فعلا الرياضة مكسب وخسار دع له خير محدش عارف ربنا عز وجل اللي كاتب لنا إيه هو الكاتب هو ده الأحسن لأنه محدش عارف الخير فيه في الأول والآخر الرياضة مكسب وخسار وشكرا فريق مصر العظيم الرياضة ليست مكسب فقط تقبل خسارة أو تقبلها من شام الأبطال وانتوا أبطال شكرا منتخبنا الوطني على أداءه الراقي والمجهود فعلا اللي بازلوا طوال البطولة وفرصة عشان نؤكد لكل الناس أن الرياضة هي مكسب وخسارة وتقبل خسارة من شام الأبطال في دافع لمكسب قريب إن شاء الله ومنتظرين نروح كاس العالم تحياتي لكم من القلب للقلب في أماني ترجمة نانسي قنقر